تكليفا من حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى ترأس سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب ورياضة وفد مملكة البحرين للمشاركة في المنتدى العالمي للشباب الذي افتتح أعماله أمس فخامت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمشاركة عدد من صناع القرار والنخب الشبابية حيث يسلطون الضوء على قضايا العصر كالإرهاب واللاجئين وعلى محاول التنمية والتكنولوجيا والتبادل الثقافي وغيرها موفد مركز الأخبار بمدينة شرم الشيخ الزميل صالح يوسف والتفاصيل الجميع من أجل السلام والتنمية شعار على نجمه في سماء منتدى الشباب العالمي تلألأت فيه محاور عدة أكد عليها الرئيس المصري عند افتتاحه هذا الحدث الكبير حيث تتبلور تلك الرؤى عبر 45 جلسة في بلد يعد مهدا للحضارات وملتقى للثقافات بين الشعوب المشاركة التي جاوزت الستين دولة وبحضور نخب شبابية فاق عددهم ثلاثة آلاف شاب من مختلف دول العالم أدعوكم في مستهل منتدى شباب العالم أن تكونوا على قدر ثقتنا بكم وتموحون المبني على إيماننا بقدراتكم أدعوكم لممارسة فضيلة الحوار والتعايش على أسس موضوعية متجردة من الحياز لهوى أو متطرفة للرأي على حساب آخر الحلم في عالم بلا لاجئين تركوا أوطانهم قهرا وقصرا أو مشردين وفقراء لا يملكون الحد الأدنى من سبل العيش الكريم أو إنسان يعاني تمييزا سلبيا بسبب معتقده أو جنسه أو لونه الحلم من أجل عالم بلا متطرفين يسعون للخراب والتدمير الحلم من أجل عالم يتطور حضاريا ويتحاور ثقافيا ويتكامل اقتصاديا ولم تكن مملكة البحرين إلا حجر بناء أبا إلا أن يشارك في هذا الملتقى إيمانا من قيادتها الرشيدة بدور الشباب في بناء الأمم والمجتمعات سعداء بهذه المشاركة تنفيذا لتوجيهات سيد صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعا وتلبية للدعوة الكريمة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأيضا سعداء حقيقة بالمشاركة في هذا المنتدى لأنه سيحكس للعالم أجمع بأن دولنا العربية هي دول داعية للسلام ومكافحة للتطرف والإرهاب وهي دول تؤمن بقدرات الشباب وتشاركهم في صناعة القرار وتنفيذها وأيضا دولنا تشارك العالم في رسم خارطة المستقبل وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة التسامح والسلام في مختلف ربوع العالم واليوم حقيقة تقوم جمهورية مصر العربية وبكل اقتدار بتنظيم واحتضان هذا المنتدى الشباب الدولي لتؤكد تميزها وريادتها في تنظيم كبرى الفعليات والمحافل الدولية بكل جدارة واختدار ولأن الشباب هم عماد الأوطان آمنت الدول المشاركة بهذا المنتدى بضرورة احتوائهم والاستماع إليهم إذ يلتقي صناع القرار بشباب العالم لنقل خبراتهم إليهم ولأخذ الصياغ العصرية والمتجددة منهم نشر ثقافة ضرورة أن تبدأ كل الدول بالاهتمام بها بين الشباب وهي ثقافة الحوار والثقافة قبول الآخر بدون شك هذا أهم ما يمكن أن يقدم من خلال هذا المنتدى سنلقي كلمة عن وضع المرأة في المملكة العربية السعودية وعن المرأة عموما وكيف قامت الحكومة المملكة بتعزيز دور المرأة وتمكينها وتوسيع مشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا سنعكس ما توصلت للمملكة لآخر قرارات لتمكين المرأة والنهض بها لفت انتباهي وأنا كنت في فرنسا إشارة الرئيس الفرنسي ماكرون لهذا المؤتمر وإشدت به لأن ده معناها أن ده شيء مؤثر ومهم وبأرجو أن هذا المنتدى ينتقل بين دول العالم مختلفة مرتكزات متعددة يضمها هذا المنتدى كلها تصب في صالح الأمم والنهضة المستقبلية منصة وضعت في قلب الدول العربية جاء إليها الشباب من كل حدب وصوب ليثبتوا للعالم أجمع أنهم قادرون على حمل لواء السلام والمشاركة في صنع القرارات التي تثري المجتمع الدولي وتساهم في حل مشكلاته من مدينة شرم الشيخ لتلفزيون البحرين صالح يوسف